نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيللومير وقبل العنوين نود التذكير بأنه تصادف هذه الأيام الذكرى الحادية والثمانين لاستقلال دولة لبنان الشقيقة حيث يعيش الأخوة اللبنانيون أياما عصيبة في ظل الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على الأراضي والمدن والبلدات اللبنانية كما تشهد مناطق العاصمة بيروت ومدن الجنوب قصفا جويا وبريا عنيفا وغارات يومية تخلف شهداء وجرح بين المدنيين وبمصادفة هذه الذكرى في أيام حزينة يتقدم مكتب فضائية نورسات ممثلا بمديرته الإقليمية الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن تنتهي هذه الحرب وأن يعود النازحون إلى بيوتهم ومناطقهم وأن يتحقق الأمن والاستقرار في أرجاء لبنانا كافة وبداية نشرتنا نستهلها بالعنوين البابا فرنسيس إن الرجاء المسيحي الذي تحقق في يسوع ويتحقق في ملكوته يحتاج إلى التزامنا جلالة الملك سنواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها والحفاظ عليها استنادا للوصاية الهاشمية الأمانة العامة للشبيب المسيحية في الأردن تعين أعضاءها لعام 2025 كنيسة القديس يوحن دولاسال جبل الحسين تحتفل بعيد طبوية ماري دولاباسيون وفيها أيضا الثقة بالله وقت العواصف في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل بمناسبة اليوم العالمي الثامن للفقراء الذي يحتفل به هذا العام تحت عنوان صلاة الفقير تبلغ إلى ذني الرب ترأس قداسة البابا فرنسيس قداسا إلهيا في بازليك القديس بوتروس وألقى عظة أمام المحتشدين قال فيها عندما يبدو أن كل شيء ينهار تماما يأتي الله ويقترب ويجمعنا لكي يخلصنا وأوضح قداسته أننا نعيش في زمن تتزايد فيه الفوارق والتفاوت بين الناس ويعاقب الاقتصاد الأشخاص الأكثر ضعفا بينما يكرس المجتمع نفسه لعبادة المال حتى لا يستطيع الفقراء أن يفعلوا شيئا سوى الاستمرار في الانتظار وأضاف في ظل هذه الحال يقترب الرب لكي يحررنا من العبودية ونحن تلاميذه يمكننا بفضل الروح القدس أن نزرع هذا الرجاء في العالم وختم البابا فرنسيس قائلا لا يجب علينا أن ننظر فقط إلى المشاكل الكبيرة للفقر في العالم وإنما إلى القليل الذي يمكننا جميعا أن نفعله كل يوم من خلال العناية والاهتمام بالبيئة التي نعيش فيها وبالسعي الدؤوبي لتحقيق العدالة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع ظلم التاريخ عن الأشقاء الفلسطينيين حتى إعادة كامل الحقوق لأصحابها رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام وأوضح جلالته خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين أن مدينة القدس ستبقى أولوية أردنية وسيواصل الأردن الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها استنادا إلى الوصاية الهاشمية التي يؤديها بشرف وأمانة وشدد جلالة الملك على أن الأردن يقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية كما يعمل من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب لافتا جلالته بأن أبناء وبنات الأردن قدموا جهودا جبارة ووقفوا يعالجون الجرحة في أصعب الظروف مشيرا إلى أن الأردنيين كانوا أولا من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة وسيبقون معهم حاضرا ومستقبلا حضرات العيان حضرات النواب هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وعدادهم لوظائف المستقبل وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانيات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو قدمت الأمانة العامة للشبيب المسيحية لعام 2024 استقالتها وتعين أعضاء لعام 2025 جاء ذلك خلال قداس الإلهي الذي ترأسه القائم بأعمال النائب البطرياركي للاتين في الأردن قدس الأب الدكتور جهاد الشويحات بحضور عددا من الكهنة والراهبات وأعضاء الأمانات السابقة وأبناء الشبيبة وأهليهم وبمشاركة عددين من الضيوف من مختلف الفعاليات الرعوية وخلال قداس الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية وأحيته جوقة الكنيسة الكلدانية تم تعين الأب وجد طوال مرشدا روحيا وغسان عصفور أمينا عاما ودانة النوس نائبا للأمين وإبراهيم مسلم منصق الشرق الأوسط وروزانة حداد لللجنة العاملة وسار الجمل لللجنة الجامعية وأبيان النمري لللجنة الثانوية ومروان فرح لللجنة الإعدادي وماريا قندح لللجنة البراعم وأسامة طباصي لللجنة الإعلام ولين ضبعين لللجنة العلاقات العامة كما تم تعين فراس طشمان لللجنة التدريب والتطوير وحنم ريشح لللجنة الخدمة العامة ووجد حداد مسؤول الفرقة الموسيقية وفي ختام الاحتفال تم إطلاق شعار شبيبة الأردن للعام القادم وهو احملوا ترسى الإيمان أنتم ملح الأرض أيام نهاي ما منعتبر الملح بسوّضات لكن قديما قبل الثورة الصناعية كان العمال في أوروبا يأخذون أجرتهم اليومية العمال بالملح ما كان فيه مصاري ما كان فيه أزور كان يأخذ كيلو واثنين كيلو ملح هون إزت الكلمة في الفرنسية سالاري سالير سل ملح صفت بالنسبة إلا أزرة بس هي الملوحة الملح لا يستطيع الإنسان أن يعيس قديما دونه وفي أيامنا لا زال الملح له المكانة الخاصة في حياة الناس خصوصا في المطوخ لكن مطبخنا روحي مطبخنا إلهي مطبخنا كنيسة مطبخنا رسالة راعوية إذا فسد الملح سونا أعمل فيه نجيب ملح ملحه يلقى خارجا ويدوسه الناس وهو تحذير من السيد المسيح أن نحافظ على النور وأن نحافظ على الملح حتى نحمي وحتى نحافظ على طهارة المستمع ونقاوة السبيبة وأبناء رعيانا أعرب أهالي بلدة اسماكية عن امتنانهم لزيارة الرعوية الأخيرة التي قام بها غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتبالا لبلدتهم والتي ساعدت على رفع معنويات أهلها وأشاروا إلى أن غبطته التقى في اسماكية بجميع المسيحين في المنطقة واستمع إلى ملاحظاتهم ووصفوا الزيارة بأنها كانت مشجعة لهم على الثبات والحد من هجرة الشباب إلى خارج الأوطان وقالوا بأن الكاردينال باتبالا تجاوب باقتراحات لتوفير أراضي وقفية للمواطنين للعمل فيها وقد استعد غبطته بتوفيرها للشباب بصورة مجانية شريطة أن يتقدم الشباب بمشاريع ذات جدوى اقتصادية إضافة إلى استعداد غبطته لتأمين بعثات دراسية لطلبة السماكية في الخارج مع إنشاء صندوق لدعم الطلبة المتفوقين في لفتة إنسانية تعكس قيم المحبة والعطاء رعى سمو الأمير رعد بن زيد الحفل التكريم الذي أقامته جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني لذوي المتبرعين بالقرنيات وأكد مدير بنك العيون الدكتور معاول بدور خلال كلمته بالحفل الذي شهد حضوراً رسمياً من وزراء الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية أهمية نشر ثقافة التبرع بالقرنيات والدور الجمعية في مساعدة فقدي البصر على استعادة الرؤية وتحسين جودة حياتهم واستعرض لبدور مسيرة التبرع بالقرنيات في المملكة منذ عام 1992 حيث تم إجراء زراعة 5130 قرنية من متبرعين أردنيين وفي السياق ديني أكد رئيس مركز التعايش الديني الأبنبي الحداد أن التبرع بالقرنيات تصرف إنساني يحث عليه الدين المسيحي موضحاً أن الأديان السماوية تتطفق على أهمية هذا العمل الإنساني فيما أكد مفتعام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن التبرع بالقرنيات مباح شرعاً واصفاً إياه بأنه عمل خيري يحافظ على النفس ويمنح الأمل وفي ختام الحفل قام الأمير رعد بتسليم الشهادات والدروع التقديرية لذوي المتبرعين وعدد من الجهات الدائمة يعلمون الكتاب المقدس مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم فهي لله هذا الجسد لا نمتلكه نحن بل هو للخالق هو الذي صنعه هو الذي يمتلكه وهو سبحانه الذي يستحق التمجيد أقول وللأهل الكرام الذين تبرعوا أقول لهم وللإخوة الذين استفادوا من هذا التبرع هذا هو التكافل وهكذا نحن فعلاً أردنيون نؤمن بالسماء وبالوطن وبكرامة الوطن وكرامة إنسانه وامتداد اليد لتساعد محتاجاً وفعل محبة إنه صدقة بها نقول إلى الله وإلى السماء أقرب أدارت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على المشرق ليكون الأب نبي الحداد هو ضيف هذه الحلقة بعد مشاركته ممثلاً عن الأردن في أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل كوكب أخضر والتي عقدت مؤخراً في أذربيجان لمناقشة مدى تأثير المناخ على البيئة حيث أشار الأب حداد إلى وجود مشكلة تؤرق الكون وتهدد الحياة بعد التغيرات الأخيرة التي طرأت على المناخ لافتاً إلى أن الأرض هي خليقة وعطية ونعمة وعلينا أن نظهر الاحترام لهذه الخليقة من خلال طاعتنا ومحبتنا لله تعالى المزيد في هذا الحوار بدي أقول أنه نرحب بضيفنا لكن هو صاحب المكان فأهل وسهلاً فيك أبونا نبيل شكراً شكراً دكتور الله يتعلم ساكي أبونا نبيل أنت طبعاً إحنا معتادين أنه المشاهدين أنه أنت تقدم الموضوع فأنا رح أطلب منك يعني تجاوزاً أنك أنت تقدم هذا الموضوع كونك أنت حضرت هذا المؤتمر وكنت أنت مدعو يعني كأحد القادة من قادة الأديان للحديث عن هذا الموضوع ومشاركة الأردن يعني مثلت الأردن في هذا المؤتمر فإحنا فعلاً أبونا فخورين في هذا التمثيل ونعمة تمثيل شكراً شكراً دكتورة أنا يسعدني أن تكوني وأنت صاحبة البيت وصاحبة هذا البرنامج أن أكون بمعيتك في هذا اللقاء اللي بتقوديه أنت وأنت القادرة على أن تقودي نورسات الأردن والأرض المقدسة شكراً يسعدني أن أكون ضيفك الآن وكل أوان شكراً سيدتي شكراً على اهتمامك بموضوع المؤتمر الذي عقد في الأسبوع الماضي هذا المؤتمر كان توطئة وتهيئة لقمة باكو اللي هو مؤتمر الأطراف اللي يسمى كوب 29 كوب 29 اللي هو مؤتمر الأطراف في نسخته التاسعة والعشرين هذا يأتي من مبادرة للأمم المتحدة استجابة لضرورة هذه الضرورة هي أن يرعو العالم أن ينتبه العالم إلى أن هناك أخطار تغير مناخي تأثير هذا التأثير على المناخ وبالتالي على البيئة بالنسبة لنا نحن معشر المؤمنين هي خليقة نعم في البدء خلق الله السماوات والأرض نعم إذن هذه صنعة الله إذن هي أعطية إذن هي منحة هي موهبة وهي نعمة نعم وعلينا أن نظهر احترام لهذه الخليقة لاحترامنا وطاعتنا ومحبتنا لله تعالى نعم يبدو أن المجتمع الدولي يهتم بهذا الموضوع واهتمام وأضح وأكيد ويبدو أيضا أنه في هذه السنة التي تعقد فيه جلسات وينعقد هذا المؤتمر مؤتمر كوب 29 في باكو عاصمة أذربيجان التي تترأس المؤتمر هذه السنة وتسلمت الرئاسة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل أديش مدة بالنهاية كل خمس سنوات في خمس قارات نعم يعني هما يتم التناوب كل فترة بكون من قارة نعم لأنه المرض اللي كما يقول عنه قداس المرض حم الأرض نعم هذه تواجه كل القارات طبعا أكيد فالسنة كان دور لدولة أذربيجان الصديقة أنا تشرفت بأن ألبي دعوة لحضور هذا المؤتمر له قمة نعم القمة العالمية غيادات الدينية في مؤتمرها تحت عنوان أديان العالم من أجل عالم أخضر نعم وجاء ترتيب هذه القمة لتسبق الكوب 29 الذي ينعقد بحضور ومشاركة ملوك ورؤساء وقادة الدول في العالم نعم كان أمام هذا المؤتمر قمة قمة الأديان وشاركت كل الديانات وشاركت قيادات الديانات قيادات الأولى الفاتيكان كان ممثلا برئيس المجمع الشرطي كردينال الأزهر كان ممثلا بنائب إمام الإمام الأزهر كان وزراء كان رؤساء كنائس كان بطاركة عدد كبير من القيادة الدينية وكان من بين اللي هم مش قادة كانوا مهتمين بالقادة الدينيين الناشطين في موضوع حوار الأديان وفي موضوع هذه البيئة تشرفت أنا بأن أتلقى هذه الدعوة من اليو أن الأمم المتحدة ومن مجلس هيئة إدارة مسلمية القفقاس التي ترأس ترأس يعني رعاية الإخوتنا المسلمين في بلاد القفقاس وفي أوروبا الشرقية وكان عنا المفتين للعامين في روسيا في جورجيا في أذربيجان في تاجاكستان كل هذه الدول بالإضافة إلى رؤساء الجاليات الإسلامية أيضاً والمسيحية واليهودية في العديد من الدول ومن القارات كلها كان الكل موجود هناك نعم وممثلاً الغاية من هذا المؤتمر هو وضع توصيات رفعها المؤتمر قمة الأديان إلى مؤتمر الأطراف 29 القيادات والرؤساء الذين حطروا المؤتمر بالأمس ونحن فخورون أن الجانب السياسي والقمة قمة الرؤساء دعي إليه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وحضرها مندوباً ممثلاً لجلالته صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله وكان له كلمة صحيح أنها كلمة قوية وطيبة وأكدت التزام الأردن بدورنا الوطني ودورنا على الساحة الدولية فيما يأخذ هذا الموضوع أقامت كنيسة القديس يحن دولاسال جبل الحسين قداساً احتفالياً بمناسبة عيد الطبوية ماري دولاباسيون مؤسسة رهبانة الفرنسيسكانيات مرسلات مريم حتى ترأس القداس كهن الرعية الأب إبراهيم نفاع بمعاونة عدداً من الأباء الكهنة وبمشاركة أبناء الرعية بكافة فعلياتها وفي إيضاته تحدث الأب نفاع عن حياة القديسة لاباسيون وروحانيتها ورهبنتها التي تأسست على العفة والمحبة والعطاء والفضائل التي عاشتها بإيمان وفقر على مثال السيد المسيح وفي نهاية الاحتفال الذي حضرته الدكتورة باسيب السمعان تبادل الحضور والتبريكات بهذه المناسبة الإيمانية البهيجة نظمت لجنة سيدات كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية لقاء محبة وتعارف جمع سيدات محافظة البلقاء الصلط والفحيص وصفوت مع سيدات العبدالي في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية وقد شاركت عموم السيدات في خدمة براكليسي القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس تلاها كلمة روحية للرئيس الروحي لمحافظة البلقاء الإرشمدريت خريستوفوروس حداد ثم محاضرة عن الصلاة وخطر عدم الصلاة للأيكونومس رومانوس سماوي واختتم اللقاء قبل التوجه إلى قاعة الكاتدرائية بكلمة لأيكونومس إبراهيم دبور أعقبها تبادل محبة وتعارف بين السيدات ثم نشاط تفاعلي يهدف إلى كيفية تفعيل عمل المرأة في لجان الكنيسة والخدمة فيها بهدف معرفة احتياجات وامتطلبات الشبيبة وتعزيز مفهوم العمل المشترك بينهم التقت الأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية في المملكة بشبيبة القديس جوارجيوس في إربد بحضور الأب الروحي لمحافظات الشمال أفثيم يوسفة واضلة وكاهني رعية الروم في إربد الأب دينيسيوس حداد تفاصيل أوفها في التقرير التالي الشبيبة هي العمود والبناء الأساسي لأي رعية الشبيبة هي البيت الثاني لكل واحد منا فيها منلاقي حالنا ولوين إحنا رايحين وشو دورنا كأبناء مسيحيين فعالين في المجتمع ومن هالمبدأ التقت الأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية بشبيبة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس بإربد لا يسمعوا منهم شو الصعوبات اللي بتواجههم وشو المقترحات أو الموضيع اللي بيفكروا فيها ولا يكون هدف اللقاء هو تعزيز العمل بروح وحدة وإيد وحدة لخلق شبيبة فعالة بالكنيسة والمجتمع اليوم بركة كبيرة وفرحة كبيرة أن نكون موجودين هنا في شبيبة إربد شبيبة القديس جيوارجيوس بإربد هذا المركز المهم للشبيبة كان هدف اللقاء أن نسمع الشباب والصبايا اسمعنا كثير من الأفكار وشو الدعم المطلوب من الأمانة لمركز شبيبة إربد هاي الأفكار أكيد رح تساعدنا في المستقبل خصوصاً أنه عم نرتب لوجود لجان ومنرتب لخطة كاملة لسنة الخمسة وعشرين نعمة ربنا ربنا هيك يساعدنا ويأهلنا أنه نخدم الشباب في كل مكان اللقاء بلش بالتعارف ما بين الطرفين بحضور الأب إفثيميوس فواضلة الأب الروحي لمحافظات الشمال وكاهن رعية الروم الأرثودوكس الأبو ناذي يونيسيوس حداد واللي بدوره شرح أكثر عن الشبيبة والرعية بشكل عام وأبرز الأنشطة اللي بتقدمها وليكون اللقاء فعال ومش عبارة عن استماع للأمانة المايك صار بيدين الشبيبة ليحكوا عن مقترحات وصعوبات بتواجههم اليوم منبسطنا في زيارة الأمانة العامة لإربد لكنيستنا واجتوائنا معاهم وعرفنا شو خطتهم وأهدافهم وكيف رح يكونوا بساعدوا الشبيبة كاملة بشكل خاص يعني بشكل عام بالمملكة وشو كانت متطلباتنا إلنا لإلهم بشكل خاص كشبيبة إربد وكشبيبة الشمال ومنتمنى أنه يعني يدعمونا وإحنا كمان ندعمهم في تحقيق شو هم بدهم يسووا للشبيبة ويساعدونا في إحنا كيف حبين نطور حالنا اترفنا بزيارة الأمانة العامة للشبيبة الأرثودوكسية بالأردن ومشكورين على أجيتهم وعلى طرحهم للمواضيع كثيرة بتمنى اللي ينطرح بهذه الجلسة أنه يتطبق على الأرض الواقع وشكراً لهم كثير ونتمنى منهم دائماً الدعم إلنا كشبيبة أرثودوكسية بإربد وكيد للجانب الروحي دور مهم واللي هو أساس اللقاء دور الأب الروحي هو دور مهم وأساسي بحياة الشبيبة لأنه هو الدور اللي بعزز رؤية الكنيسة الأبائية والروحية لتنمية الحياة الروحية في نفوس الشباب والشبابات المسيحيين اليوم احنا بنعمل زيارات لنتعرف على شبابنا وصبيانا مشان احنا نشعر بهذه الحياة الأخوية والروحية للشبيبة أنه نكون احنا عائلة واحدة منتمين لنفس الكنيسة نشوف أراءنا ونشوف تأملاتنا وخططنا ورؤيتنا للمستقبل المسيح هو نواة الكنيسة ونواة كل واحد فينا والسبب الرئيسي لحضورنا الكنائس والشبيبات لنعرف بعضنا البعض من خلال يسوع المسيح ونعرف كمان ونراجع أنفسنا وين احنا ولوين رايحين ووين بدنا نكون من إربد لقناة نورسات نيفين حدد عقد في عمان مؤتمر نظمته دار الكتاب المقدس حيث تناول على مدى يومين كيفية الشفاء من الصدمات المتوارثة بين الأجيال وتأثيرها على العلاقات بين الناس ووسيلة تعاملها مع الألم وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر موضوع الخدمة في وسط الأزمات وكيف نكون كخداما للمسيح نورا ورجاءا للمتألمين وقت التحديات وفي ختام المؤتمر رفع المشاركون الصلاة من أجل السلام طالبين من الله تعالى أن ينعم بالأمن على الدول التي تعاني من الصراعات والحروب وأن يحفظ الأردن بلدا آمنا ومضيافا للمهجرين من بلدانهم أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الموقف الأردنية الداعمة بقوة للوكالة يشكل حائط صد لمواجهة محاولات المساس بها وثمنت الوكالة موقف جلالة الملك عبد الله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين في المحافل الإقليمية والدولية والدور الريادي في هذا الصدد للدبلوماسية الأردنية مشيرة إلى أن الأردن يعد أكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين على أراضيها وتعد الأونروا أكبر منظمة أممية يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف في الأردن والسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويعمل جميعهم في مجالات التعليم والصحة والإغاثة اختتمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم فعليات أيام الزيتون للعام الحالي والتي جاءت كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز صمود القطاع الزراعي في ظل الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني من خلال دعم وترويج منتج الزيت والزيتون المزيد في رسالة الأرض المقدسة تحتل شجرة الزيتون مكانة هامة في فلسطين فهي بالدرجة الأولى من أهم الدخل لأهالي المنطقة وهي الشجرة المباركة فبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وبدعم من الاتحاد الأوروبي ودعم للاقتصاد الفلسطيني أقيمت فعاليات أيام الزيتوني 2024 في قاعة النادي الأرتدوكسي في بيت جالة بالشراكة مع جمعية معصرة الزيتون التعاونية وجمعية المخرور وتنمية المرأة وبحضور محافظ المدينة ورئيس غرفة تجارة وصناعة المحافظة الأستاذ سمير حزبون وممثلي القناصل من إيطاليا وبلجيكا ودول أخرى والاتحادات وممثلي المؤسسات والمدعوين والمشتركين نحن اليوم مشاركين في احتفال أيام الزيتون في نادة الأرتدوكسي في بيت جالة بالنسبة للزيت الزيتون اللي عنايا نحن عنا 1600 شجرة زيتون في ديري كريميزان ومنهم نعمل الزيت تبعنا طبعا حبينا نشارك نحن السنة هاي ككل سنة إن شاء الله لقدام لدعم المنتجات المحلية الموجودة في البلد وإن شاء الله أن الأوضاع تتحسن وإحنا حابين كمان نفوت على الأسواق الأوروبية فإن شاء الله هاي تكون بادرة خير لهذا الموضوع وبعد الافتتاح تجول الجميع للإطلاع على أكشاك المشتركين حيث عرضت منتاجات متنوعة من خيرات البلاد الهدف الأساسي هو دعم المزارعين في تسويق منتاجهم بأسعار كمان قليلة ودعم النساء اللي كمان بنتجوا مشتقات مختلفة مثل المناقيش والمخللات وتوابحها التي يستخدم فيها زيت الزتون الهدف أن نؤكد أن الزيت هذا هو الذهب الأخضر لفلسطين وثانيا هو عمل تقديري بأسعار مخفضة وأيضا لمساعدة المستهلكين والناس في الحصول ما أمكن على هذه المنتجات جاءت هذه الفعالية في موسم القطاف وذلك لتعزيز وترويج منتج الزيت والزيتون الذي يعد رمزا للأرض والهوية والزيتون مش بالزيت ولا مكبوس فيه كمان خشب الزيتون هو تحف كتير خرافية نحن بزعتر نصنعها ونعيد تشكيلها ونطلع منها الوات طعام وهدايا لتناسب جميع مناسباتكم وهداياكم وتأتي هذه الفعالية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية فرصة لإبراز موسم الزيتون الذي يعتبر ذهب الشعب الفلسطيني وكذلك لتعزيز الوضع الاقتصادي وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني من خلال دعم وترويج منتج هذه الشجرة المباركة ودعم للهوية وصمود المزارعين فمن زيتونها نأخذ زادنا اليومي ومن خشبها نبني جسر العودة ومن زيتها نضيء سراج الأمل وليبقى غصن الزيتون رمزا للسلام للنورسات مارلين الحدوى من قاعة النادي الأرتدوكسي بيت جالا هذا فيلم أنتجته وزارة السياحة والأثار الفلسطينية عن كنيسة المهد بجائزة السياحة العربية جاء ذلك في احتفال رسميا عالي المستوى في العاصمة البريطانية نظمته مؤسسة لندن العربية بحضور عددين من رجال الأعمال والخبراء السياحيين البريطانيين والعرب وقد شارك في الاحتفال السيد ميشيل عوض رئيس جمعية الأراضي المقدسة لمكاتب السياحة الوافدة والسيد ماجد إصحاق مدير عام التسويق والإعلام السياحي وعدد من الشخصيات السياحية والدبلوماسية وتحظى كنيسة المهد ببيتها لحم بأهمية كبرى لدى كافة الطوائف المسيحية بسبب ارتباطها بمكان ميلاد السيد المسيح حيث ينجذب إليها كل مسيحي العالم لأخذ بركة المكان خصوصا في فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بعد مضي تسع سنوات على تأسيسها تقدم جامعة إربيل الكاثوليكية في إقليم كردستان شمال العراق منحا دراسية للأقليات الإيزيدية والتركمانية التي عانت رتحا من الزمن في ظل حكم الميليشيات الإرهابية حيث يهدف إنشاء هذه الجامعة إلى تعزيز التعايش السلمي بين المكونات العرقية والدينية في بلاد الرافدين وعن هذا المشروع الخيري قال المطران بشار ورده رئيس مجلس إدارة الجامعة إنه بعد مرور تسع سنوات على تأسيسها باتت الجامعة تضم أكثر من ستمائة طالب يتلقون الدراسات الشرقية المتخصصة بالأديان واللهوت الكاثوليكي مشهيرا إلى أن الهدف من هذه الدراسات هو تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأديان وتكوين جماعة منفتحة تنبض بالحياة وتؤمن بالسلام والعيش المشترك نظمت كورية ديلاسال الفرير ماراثونا رياضيا ابتدأ من مدينة الحسين الرياضية بعمان وانتهاءا بساحة المدرسة وقد شارك في هذا الاحتفال الذي رعاه السيد يوسف العيسوي المئات من الطلبة والطالبات وعائلاتهم من المجتمع المحلي ويهدف الماراثون الذي جاء بمناسبة احتفاء المدرسة بيوبيلها الماسي إلى تعزيز الروابط بين أبناء المجتمع الأردني وتعزيز الانتماء الوطني لدى المشاركين وفي ختام الماراثون كرم العيسوي الفائزين من مختلف الفئات فيما قدمت طالبات الكلية فقرات شعبية وفلكلورية تفاعل معها الحاضرون قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة متميزة بعنوان الثقة بالله وقت العواصف وقد تناولت الحلقة كيف يمكن لنا أن نقوي ثقتنا بالله والإيمان به خاصة في وقت الشدائد والصعاب حتى يعطينا الله الأمل والرجاء والسلام الذي لازلنا نطمح بتحقيقه في هذه الظروف الدقيقة حيث أن ثقة بالله تمنح المؤمنة الشعورة بامتلاك الأشياء وإن كانت بعيدة كما استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب جوزيف سويد والأخت ميري حتر فإلى هناك موضوعنا لهذا الأسبوع الثقة في الله في وقت الشدائد طبعاً إحنا كان المفروض أبونا جوزيف سويد يكون معنا في حلقتنا هذا النهار لكن رح نتواصل معه باتصال هاتفي لكن في عنا اتصال هاتفي ثاني بخصوص خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ورح ناخد هذا الاتصال مع سيدة ميري حتر صديقة البرنامج فنقدر ناخد الاتصال شباب صباحك نور سيدة ميري صباح النور دكتورة باسمة وصباح النور للوطن وصباح الخير لموسم الخير اللي أكرمنا الله بهذا المطر هذا الصباح آمين يا رب آمين إن شاء الله سيدة ميري أنت تابعتي خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ونقشنا قبل الهوى عن هذا الخطاب وكيف أنه يحمل المعاني السامية واللي إحنا شاركنا بعض في كلمة سماوية يعني تنصب في المعاني السماوية اللي بنادي فيها كل الأديان والديانات دكتورة باسمة يعني الخطاب هو الاستحقاق الدستوري للأردن وبناء هذه المؤسسة الديمقراطية بكل مقيس الحكمة والإيمان والثقة ما بين الشعب وما بين رأس الهرم يعني يشكل فسيفة جميلة يعني بهذا الانتجام العظيم ما بين الجميع يعني أنا بحكي بما أنه بنحكي عن الثقة واثق الخطوة يمشي ملكا فأحنا ملكنا فعلا واثق الخطوة ويستند على محاور وعلى ثقة شعبه بهذه المحبة الكبيرة وعلى كل تفاصيل مقومات هذا الوطن أنه يجب أن تنهض بهمة وعزيمة وهذا ينطلق من اتكاله العميق على الله المتكل على الرب لن يخذله فحين تشتد السعاف مثلا الإنسان لا ينحني يرفع عيناه إلى الله وبثقة بفتح إيديه وبطلب لأنه بكل الأمور تخذلنا وتحدي الظهر منا إلا حين نكون بثقة أنه الأب السماوي لن يخذلنا فنرفع الأيدي والأعين إلى فوق نعم يعبر الكتاب المقدس عن فكرة أن الله لا يتركنا في وقت الشدة في تثنية الاشتراع 31-36 كونوا ثابتين وشجعان لا تخافوا ولا ترتاءوا منهم لأن الرب إلهك هو الذي يسير معك لا يتركك ولا يهملك يعني في كثير نصوص في الكتاب المقدس تتحدث عن موضوع الثقة والإيمان وأنه يكون الإيمان ثابت بالله تعالى ما الذي يعلمه يسوع عن الثقة بالله خلال العواصف في مثلا قصة تهدئة العاصفة مرقص 4-49 فنهض وانتهر الرياح وقال للبحر أسكت اهدأ فصار هدوء عظيم وقال لهم لماذا أنتم خائفون هكذا كيف لا تؤمنون موضوع الثقة مهم جدا في حياة المؤمن لأنه العواصف دائما لما بتعصف بالإنسان وبطيح فيه وبتروح فيه شمال ويمين أحيانا الإنسان يقف عاجز أمام هذه العواصف وشدتها وألمها أحيانا ويقول أين أنت يا الله من اللي بيحصل معاي وين وقفتك معي وين يدك أنك أنت تمشي معي وتمسكها وتنجيني من هذه العواصف اللي بتأثر علي فكيف نقدر يا أبونا أن نقوي ثقتنا في الله وإيماننا فيه دكتور أول شي بدنا نفهم يعني حقيقة حقيقة يمكن هي مرة بس هي حقيقة عم بتعيشها البشرية بعيشها الكوكب كله سوا بيتنفسها الصعاب العواصف الزلزال اللي عم بيضرب قلوب البشر أكتر من أنه الأرض نعرف قديش فيه مصاعب صعوبات قديش فيه تحديات قديش فيه مرات إشياء غريبة تطرق الإنسان بيعيش على هالكوكب وبيعرف أنه كل يوم من أيام حياته فيه عنده عاصفة بديوم رؤفية ونحنا بنعرف أنه هذا الشي حقيقة ولبل صارت حقيقة إيمانية أنه حتى الرسل مثل ما أنت هلأ قلت ومثل ما الدكتور ماري قبل شوي كانت عم تحكي عن قديش بدي يكون إنسان متلان بالرجة متلان بالقوة متلان بالبثقة بربنا حتى يقدر عن جد يكفي المشوار مشوير حياتنا كلها مبدئيا يعني يعني متل ما بقوله المفخخة الشر الموجود بالعالم ما ممكن ما يترك ترددات رهيبة بحياتك دكتور مشان هيك أنا بقول نعم صحيح بدنا إيمان كبير بدنا رجا كتير كبير بدنا ثبات كتير كبير بدنا حب كتير كبير بس بدنا نعرف أنه في كتير مطبات هوائية متل ما بالطيارة كده عم تحكي دكتور ماري قبل شوي بالطيارة أكيد فيه مطبات هوائية أكيد فيه عندنا مرات رجفات جثمنا بيرجف في وقت اللي بينخب الحرارة كل شيء على الأرض الأرض بترجف من تحت إجرينا مرات ونعم فيه عواصف هيد العاصفة نحنا مرات بالكنيسة منصلي لمريم منقول لها يا مريم أنت بغمر هالعواصف اللي عم نمرق فيها أنت كوني كوني لإلنا يعني مثل ما بيقولوا اللي بتهدي معنا ما ننسى قديش عواصف اللي مرأوا فيها الرسل بحياتهم كان فيه عندهم رب كان فيه عندهم إله معهم بالسفينة مرات كان يكون نايم تيشوف قديش مدى سيئتهم فيه ويقوم ويعتب عليهم تعرف بقصة العطب دكتور باسي ما قديش مهمة بالنسبة لنا إنك ولو إنه ما عندكن سئة إنه أنا موجود معكن مشان هيك كان يعتب عليهم وبعدين يوقف ويقلوا للبحر أو للرياح أو لهالعاصف اللي عم بيمرقوا فيها أصمت إخرس كان عارف إنه بكل عاصفة فيه شر فيه شرير لازم واحد يجقره مشان هيك بدنا نقول نعم بخضم العواصف وقتل بيكون فيه زلزال عم بيضرب هالكون وهالبشرية كلها سوا وقتل من نشوف قديش فيه فجور وعهر عم بيفتك فتك فينا من نجي منقول نقفوا أمام الله هو اللي منقول الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراعي خصيبة يقيلني ومياها الراحة يريدني إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرنسيس إن الرجاء المسيحي الذي تحقق في يسوع ويتحقق في ملكوته يحتاج إلى التزامنا جلالة الملك سنواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها والحفاظ عليها استناداً للوصاية الهاشمية الأمانة العامة للشبيب المسيحية في الأردن تعين أعضاءها لعام 2025 كنيسة القديس يوحن دولاسال جبل الحسين تحتفل بعيد طبوية ماري دولاباسيون للمزيد من التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر